من لندن معنا صحفي المتخصص بشأن البرلماني البريطاني أسيد عادل درويش سيدي أهلا بك إذن المعارضة تطالب بكل الوثائق المتعلقة بقضية مهاجري أل ويندراش ما الهدف من وراء ذلك برأيك؟ الهدف مجدوق لا تنسك كيف جاءت المطالبة المطالبة جاءت اليوم هناك أيام مخصصة للحكومة وأيام مخصصة للمعارضة اليوم الأيام مخصصة للمعارضة لأتقدم بمشاريع قرار فالمعارضة قد نمت بمشروع قرار يناقشه مجلس الأموم الآن منتصالات ساعات وهي أن تكشف وزارة الداخلية عن كل وثاق والأوراق المتعلقة بالمهاجرين القادمين من الكومن ويرث منذ عام 1949 المعرفين بمهاجر الويندراش لا تنس أن الحكومة ليس معها الأغلبية العددية في البرلمان وبالتالي تعتمد على عشرة أصوات من أرلندا الشمالية المعارضة تريد إحراج الحكومة لو اختل الميزان المعارضة قد تكسب هذا الصوت اليوم وهناك ما يسمى بالويبس أو حاملة الصياطة نوليس الأحمد الصياطة مدير الحزب في البرلمان يوجهون النواب الآن كل من كان بعيدا يحضر للتصويت وما إلى ذلك وتصويت سيكون مساء اللاينة لو كسبت العمال هذا التصويت سيكون هناك أشروع قرار بالفعل لكي تكشف وزارة الدخلية عن هذا وقد هذا يحرق رئيسة الوزراء لأنه في عهدها تم التخلص من كثير من هذه الوطاق طيب هل هناك ربما منافع أخرى من استغلال قضية مهاجري الويندراش ربما لأغراض انتخابية؟ نعم لو خسرت الحكومة الصوت اليوم وكسبتها المعارضة ستكون حراك كبير بالنسبة لرئيسة الوزراء لأنها تعاني من انقسام داخل مجلس الوزراء وانقسام داخل الحزب لا تنسى أن هذه المعاملة السيئة للمهاجرين وهذه بيروقراطية التي أدت كثير من المآسي تمت في عهداء العمال والمحافظين لكن حزب المعارضة دائما يتصيد الأخطاء لحزب الحكومة لا تنسى أن غدا أيضا هي الانتخابات البلدية في البلديات المحلية منها لندن وفي المدن الخارجة العاصمة والمعارضة تريد تدمير سمعة الحكومة بأغطى ما يمكن عشرة الانتخابات طيب هل يمكن أن تجمع كل هذه الأخطاء هذه المآخذ السلبية على الحكومة وبالتالي تكون تريزمي كبش الفداء وربما تستقيل من الحكومة إذا ما نجحت المعارضة في تصيد أخطاء أخرى أعتقد أن دعيم المعارضة كنت أنتظر منه اليوم أن يركز على زي القضية كي يحرق رئيسة الوزارة لأنها كانت روزير الداخلية من عام 2010 لمدة سنوات لكنه تفرع إلى قضايا أخرى تعلق بالصحة وإقصادة وما إلى ذلك الأمر يتوقف على مدى مهارة ما يسمى بالبنش الأمامي أو حكومة الظل أو زعماء الحزب زعماء العامة حزب العامة ضعيفة غير قادرة بالفعل على إحراق رئيسة الوزراء وكشف أخطاءها أنها كانت وزيرة الداخلية من لندن الصحفي المختص بالشأن البرلماني لبريطانيها سيد عادل درويش سيدي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك